التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بوفد من لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات على صعيد الأزمة في قطاع غزة فضلا عن تبادل الرؤى حول ضرورة عدم اتساع دائرة العمليات العسكرية وكذل مساعي المصرية لتحقيق وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضع اشتركوا في القناة كذلك تبادل الرؤى حول ضرورة عدم اتساع دائرة العمليات العسكرية بما يضمن عدم زعزعة ركائز الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وكذل مساعي المصرية المترامية لتحقيق وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضع فضلا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفيرة الأمريكية بالقاهرة